طيب، عايزين يطمن الناس بشكل أكبر على الشناوي الشناوي بعد الإصابة اللي اصابها مبارح إجهاد أو شد يعني ونسلة المراحلات الشد في العضلة الضمة هيبقى فيه برنامج علاجي على مدار الأيام الجاية مبدئيا طبعا هو مش هيلحق مباراة NB ومش مهم خلص أنهيلحق بصراحة إحنا الأهم بالنسبة لنا مباراة الوداد هيكون فيه مباراة Pyramids نفسه بأنه هو يشارك فيها أو لا دي لسه هتتحدد مع الوقت ومع مدى تطور الحالة لكن الهدف والبلان والخطة بالنسبة للجهاز الفاني النادي الأهلي أن هم يجاهزوا الشناوي لمباراة الوداد بإذن الله على ما نوصل لمباراة الوداد حيكون جهز بالنسبة 100% للمشاركة في هذه المباراة هو طبعا بعد منصب المبارح كان أجرى أشعة الأشعة دي أثبتت إصابته بالشد كفيف في العضلة الضمة نتمنى له العودة سريعا أحد أبرز النجوم من الكرة المصرية خلال الفترة الحالية هو الشناوي طبعا وأحد أبرز نجوم النادي الأهلي وأبرز نجوم الكرة كمان في مركز حراسة المرة ترجمة نانسي قنقر